أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بذي سنين لله العمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفره المؤمنون بنصر الله ينسر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وعثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزعون الله يبدأ القلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روذة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون فسبحان الله هنا تمسون وهين تصبحون ولح الحمد في السماوات والأرض وأشيا وهين تدهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من طراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنحار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وتمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحوان عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذرب لكم مطلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون هم ككيفتكم أنفسكم كذلك نفسل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أحواءهم بغير علم فمن يهدي من عضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجحك للدين حنيفا فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ذر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمتهم إذا فرقوا منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنظلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تسبح سيئات بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقنتون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتيد القرب حق والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس في أموال الناس فلا يربوا إن ضلا وما آتيتم من سكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المدعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون ذهر الفساد في البر والبحر بما كسبت سأيذ الناس ليذيكهم بعد الذي عملوا بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سير في الأرض فانظلوا كيف كان آكبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد الله من الله يومئذ يسدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالها فلأنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيككم من رحمته ولتجري الفلق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولكد أرسل من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانطقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثروا سحابا فيبسده في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أساب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لدلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بحاد الأمي أن دلالتهم بهاده الأمي أن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد دعف من بعد دعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق من يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون وما لبثوا غير شاعة كذلك كانوا يعفكون وقال الذين أوتوا الإلم والإيمان لكذ لبثتم في كتاب الله إلى يوم بعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين دلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولكد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يتبع الله على قلوبه الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤقنون صدق الله العلي العظيم